اشتركوا في القناة 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 وحربا عن نوايا ركبوا واني بعد نوايا منو حلاب النبي ليو حربا قلوم ونبي صلى الله عليه وسلم شوية قمتنا ساسطراحة ومننا كمسرق أنطا لحليبا ومسا طوى مننا أكان كالئ برضو لبهرار أنبتو وإلا اليوم الأول كلا وفي اليوم الثاني مر بخيمتي أم معبد وكانت بالمشلل في ناحية قديد على بعد نحو 130 كم من مكة مسافة 130 كم من ممعبد لخيمتها ولمسكبوم فسألها هل عندها شيء فاعتذرت عن القراءة عن الديافة واخبرت أن الشات عازب أي بعيدة المرعة والمكلة قلْت هيريت قيوت لما قلت متناقلت لأه حياتة الى بهما تقلة باجة قولت نوايا تبقز أي تقلت دعيفاته وهمرته قلت القياس كينوان سارعا تبعمى وانسار عالبي للتوم واعتظرت قلن له منوتو منها تحت تقلبة وكانت في جانب الخيمة الشاعة من خلفها الجهد أن قطيع القنم ولم تكن فيها قطرة من لبن حتى حليبي على دي بلد أريد الله فاستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلبها فلما حلبها درت باللبن حتى أملت منه إناءا كبيرا يحمله الرهط بمشقة فسقاه أم معبد حتى رويت ثم سقى أصحابه حتى رو ثم شرب ثم حلب فيه تانية حتى ملأ الإناء وتركه عندها وارتحله لأنه اليوم كله بقوس على سنة سنة سفر على توحليبي على كلهم دي بيت لكن أريد حتى أردت بعض أرافة خيمة وطريطها أمرتها ومثلان نوائق البقج يتقدر والنبي صلى الله عليه وسلم لحلبها ولقراب عندنا نصابها محلبها مننا قراب بما تقلوه الدام ولي يقدر فعليه يقدر لما الأمن وقر الله ممعباد أقلها بايا لكبات التوم والسيد وتسرتيت ورويت وحر لحليب نصاب النبي صلى الله عليه وسلم لحلبها وحقوها توم وتوسطة وحقوها ما ينحل بياك قراب عندما أقلها بقس النبي صلى الله عليه وسلم من أخيمتنا أمو معبد تقب يوم تلي وجاء زوجها فتعجب حين رأى اللبن وسألها عنه فأخبرته الخبراء ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم من مفرقه إلى قدمه ومن كلامه إلى أطواله وصفا دقيقا جدا فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش لقد هممتو أن أصحابه والأفعلن إن وجدتو إلى ذلك سبيلا هذا يعني بيسم ساكم 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 يا ربا وأيبو قوس على وميت اللي بيليا واتعجبا مننا حليب لابدو حل الدبقراء بأدي بلطان حيو وأسألتو ورمت يناكم سأللي جماعة عرباكو ولا تريدك انتبيركو كل داقامكو أقولو واتعسيا ونطع حليب وديتو حلبا وإلا كلها ووصفت تمام وصفتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولقياه كل شيء وصفت أقولو وهتهيانين تأكدا اللي الناس ديب قوليش لدك مؤبل علوتو ديب مكة والله يقدركم من قبي وتبعكو وإن شاء الله ربي وقت من ليبني اتبعوا لبل على لا حديدا وفي اليوم الثالث سمع أهل مكة صوتا بدأ من أسفلها ومر حتى خرج من أعلاها وتبعوه فلم يروا شخصه يقول سهل السمعيل النبي صلى الله عليه وسلم من 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 سهل السمعيل سمعكو دهي سمعو كرين سمعو من نتحات صوت مرة واحد ولكن بل نفر لأنتر هالذي بي آمرو ومن بن علا وفي اليوم الثالث سمع أهل مكة صوتا بدأ من أسفلها ومر حتى خرج من أعلاها من نتح تدي بل على كرين سمعو وتبعو فلم يروا شخص يقول وتمل بالعلا لا شخص اللي من بالعلا جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزل بالبر وارتحل به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاري وسؤدد ليهن بين ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد إلا لبلعلا ثم لما جاوز قديدا تبعها سراق بن مالك بن جعشم المدلجي على فرس له تمعا في جائزة القريش فلما دنى منهم عثرت به فرسه حتى خر عنها مجاوز يعني مسافة كمسر بطعو اللي سراق بن مالك بفرس دنى لحد يوم على ولا تبع على وقاييس على كمسر قرب منهم لفرس تانقفت ومن رأس وعد كا ثم قام واستقسم بالأزلام يضرهم أم لا فخرج الذي يكره ولكنه عسى الأزلام وركب وركب حتى إذا دنى منهم بحيث يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الانتفات ساقت يداء فرسه في الأرض حتى بلقتاء الركبتين وخر عنها ثم زجارها فنهدت فلم تخرج يديها فلما استوت قائمة صار لأصل يديها قبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره وداخله رعب عظيم وعلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر فناداهم بالأمان وقفوا حتى جاءهم فأقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قررته قريش وما يريد به والناس وعرض عليه الزاد والمتاع فلم يأخذ منه شيئا وطلب منه أن يخفي أمره عن الناس واستكتبه سراغة كتاب أمن فأمر عامل بن فهير فكتبه في أديم ورجع سراغة فقل لمن وجده في الطلب قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتم ما ها هنا حتى أرجعهم وفي الطريق لقيه يريده بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في سبعين راكبا فأسلم هو ومن معه وصلوا خلفه سلاة العشاء الآخرة ولقيهما في بطن ريم اسم واد الزبير بن العوام واد هو لبطن ريم وفي ركب من المسلمين كانوا قافلين من الشام فكساهما الزبير ثيابا بياضا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي تراقب بن مالك لتبعهم على وأسرهم قيس على ولا فرسوا العقابة دي باكما صارحة دي برا وقت التيل عواش عربا دي بام مدر وهتم من الرعا ساوات أخيق علي قانطاك بأسلام لدي لا أصنامهم ولا اللي هوم دي بما كرعد بحالفة ويعري يعني درروا ما يدرروا عند بيلا لكن الله سبحانه وتعالى حفظهم وحصمهم تو اللي هيني شركات توم للأمرا باعلوت دي كون أصلا يدروا وينافعهم وكمسالي هو كالي فرساها الرسايا ولا سرهم قيس قبق ولا التابعهم قبق ولا سرهم قبق والنبي صلى الله عليه وسلم قرأتنا يعني مسافة قرأتنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصامعوا لاتقبي تابعهم النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا والتولب يعني قرأوا أبو بكر لتولب على اليوم بحديث لفرسو سكلا أبراك دي بامدرش الربد وهتو أتقامنا وكالي يعني زجريا ونهريا ودعبطايا قلتقنات وعبا قلتفوري قدرت أه أه أقوها يعني لاتقبل توقع الطياء يعني فلما استوى قائمة صار لأثر يديها قبار ساطع في السماء مثل الدقان أقوها لعقابة فقرأتو من أكان رب رب واجعبل بدوك مسألة رفيد لقابة عبل يمأل وقبارته فقرأ من أقرأ هذا يميين كالي با اللي هو محلا والأزلام أبو والأسنام أبو محلا ورعب أتديب وفره أتديب وتوم هيني بطرو فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قررته قريش النبي صلى الله عليه وسلم لخبر كله سمعه ورد عليه الزادة والمتاع فلم يأخذ منه شيئا وطلب منه أن يخفي أمره عن الناس عبا يوم والصالي لخبر كله أنه لهم قريش كمسال الله كمسال الله كمسال الله كمسال الله كمسال أتفاقيات كمسال أتفاقيات كمسال أتفاقيات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قررته قريش أسأليه وما يريد بهم الناس لقدام ملحدة من الله وقريش موادية إلا أسأليه وحقوه لنا نبرا وقال لي ورا عفش وقال لي كمسال الله بهم كمسال أتفاقيات فقال لمن وجده في الطلب قد استبرأت لكم الخبر قد كفيتكم معها حتى أرجعهم لكن تبقى لي معنا بلا كمسال أستطلع وادعلك كل رأيكو حتى رأيكو ويعني بلا بغيه أقبلو أنه أقلمي تولى فرسو كمسال 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 كبأت ربا تديبو فرس أتديبو فأطرار النبي صلى الله رأو أقوله ولا خبر أسأل يوم وكمان كمسال أمانة كمسال أحد ديب جلد يعني ديبو كاتبو وديب بقى بيه في الطريق وفي الطريق لقيه بريد الحصيب الأسلمي في سبعين راكبا فأسلم هو ومن معه لقى بيه يعني لبريد بين الحصيب الأسلمي رضي الله عنه سبعين في سبعين راكبا فأسلم هو ومن معه وصلوا خلف صلاة صلاة الأشاء مع النبي صلو خلف صلاة الأشاء اللي هنا ورب من رب الله فأحض حم وقلوا لبريد بين الحصيب الأسلمي باكو سبعين نفر قبع علىو سبعين نفر اللي ما أسلم هو أسر النبي صلاة الأشاء صلو ديب الله كان الله النزول بقبع ديب أسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة